جدل مبارح كتير وأبدأ معاك أنت كابتن باكدي جدل كبير قوي على ضربة الجزاء بتاعت حسين الشحات البعض تحدث أنه كان لازم ياخد انذار حسين الشحات وأن ده تمثيل وهو دخل برجله مش عارف إيه هو اللي راح برجله والبعض الآخر لا هي فعلا ضربة جزاء أنت وجد نظر كلاعيب كورة بص يا كابتن هي طبعا الحكم ما كانش على مستوى المباراة والحكم أول سنة دولة له ده لسه من ست شهور كمان الحكم فرط في مشى كور فيها عنف وما تكلمش فيها وقف كور عادية جدا حاجة غريبة يعني وبالتالي الكرة دي يعني النادي القالي ممكن يبقى له ضربات جزاء في كور تانية لكن دي لكن دي مش نضرب الجزاء خالف لا في التلفزيون نضرب الجزاء لا ده هو حسين فتح رجله بص 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 يا حساب محمود حمدي عمل ولا كورة لمست ايده ولا محمود حمدي ولا محمود حمدي ولا محمود حمدي في عقا لحسين هو يكمل خالص ده حسين ام لمه والتاني راح تكمل وحسين ام حاطت رجله الصورة التانية بقى حسين ام حاطت رجله ببطن عشان التوازن ما فيه ده هي الكورة دي ترئيسة عداية عشان ازبط على رجل الشمال لكن في كل الاحوال الخبر اجتمع ان الاهلي كان له ضربتين جزاء لم يحتسب اه بالزبط كده عشان برضو بنقول دي وبنقول دي يعني لكن ده يدل ان الحاكم ما هواش ملوه دومه اول لا خارج حتى الفار اللي معاه ما كانش ملوه دومه مزبوط بالزبط وبيضوي الاهلي وبرضو انا يعني الاهلي طالب حكام اجانب فاربع ماتشات الماتشين بتوع بيرامدز اهلي والا طالب ادي اتنين ادي اتنين وماتش الزمالك اللي ما تلعبش ادي تلاتة وماتش المصري اللي هتلعب في برج العرب الف دولار يعني دفع مية وربين الف دولار انا بس سؤالي هل ما بقاش فيه ثقة في الحاكم المصري يا كابتن عسام لا مش ما فيش طبعا فيه حكام مميزين والحكام المصريين طبعا مميزين لكن فيه مباراة بيبقى فيها ضغط طب المصري طبعا يعني اذا كنتم نتكلم على بيرامدز و بيرامدز ماشي ماتش المصري فوش ده الزمالك ماشي وبعدين المصري اتطلب في المصري اه اه اتطلب في المصري اه معقول يا كابتن ده خبر جديد ده اه اه جديد طبعا اربع متشاد دول لا 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 ولا في المصري ما يمتعش المصري خلاص ما مجوش هم مجون بس الزمالك ما لعبش ما يمتعش المصري يبقى فيه حكام اجانب والاهلي انه يجيب حكام اجانب دي ليه منفاش ليه ليه منفاش ليه لا لا يعني